موسيقى رمضان كريم وفي العاشر من رمضان بتظهر الكرامات وكرامات رمضان في كل الانتصارات اللي شهدتها الامة الاسلامية والامة المصرية شهدت انتصارات في رمضان ولعل ابرزها انتصار العاشر من رمضان ستة اكتوبر تلاتة وسبعين مولانا الدكتور شوق علام يخصص هذه الحلقة الرمضانية عن هذا الانتصار الرمضاني العظيم اهلا بك مولانا اهلا وسهلا كيف تتذكر هذه الايام الطيبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اما بعد في الحقيقة اليوم العاشر من رمضان هو ايضا في هذا العام فيه فرحة كبيرة هو وهي هذه الفرحة امتداد لفرحتنا في العاشر من رمضان في السالس من اكتوبر 1973 وجه الربط ماذا ان سيادة الرئيس من من مدة وجيزة اعلن انتصارنا على الارهاب في سيناء وان الدولة المصرية امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ان الدولة المصرية انتصرت هذا انتصار كبير لاستحق ان نفرح به وان نقول كما قال جنودنا في العاشر من رمضان الله اكبر استطاعنا ان ننتصر على انفسنا في علاقتنا بما حولنا من الشهوات ومن الشيطان ومن المغريات فاستطعنا ان ننجز ايضا لان هذه الانتصارات التي تحدث تحتاج الى نفس عالية تحتاج الى رجال تحتاج الى قوة والى اعداد والى استعداد كل ذلك كان بربط ما بين التخطيط والتخطيط ما بين القوة والقوة ما بين الرجال والرجال فالرجال الذين صنعوا حرب اكتوبر وحرب العاشر من رمضان هم الذين صنعوا الانتصار ايضا في حربنا ضد الارهاب حرب العاشر من رمضان السلس من اكتوبر الحقيقة الانتصار فيها ومجريات الامور وتفاصيل الامور يحتاج الى دراسة متأنية وقد حصلت هذه الدراسة من كثير من مراكز الابحاث العالمية وفي داخل مصر ايضا وكلها انتهت الى ان هذا الانتصار هو انتصار المجيد انتصار كبير تحقق بهذه الارادة التي وفق الله سبحانه وتعالى القالة في الدولة في هذا الوقت الى هذا التخسيط وهذا الانجاز وهذا العطاء وهذا يعني زجاز التعبير التكتيك الذي حصل في يوم السالس من اكتوبر العشر من رمضان الحقيقة يعني معركة السادس من اكتوبر العشر من رمضان هي معركة بتدرس في الاكاديميات العسكرية العالمية لان موازين القوى لم تكن ابدا في صالح قوات المصرية ولم يكن احد يظن في لحظة ما ان هذه القوات التي نقبت في نكسة سبعة ستين سوف تستعيد هذه العظمة وهذا هذه الروح القتالية خلال هذه الفترة الوجيسة ان يستيقظ المارت من 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 كبوته وان يصحه وان يسعق في على شط القناة بقى الله اكبر يقتحم منع ماء وساتر ترابي وخط بارليف ويحقق كل هذا الانتصار وهناك صيحة عظيمة جدا تزلزل الارض اللي هي الله اكبر البعض قارن بين غزوات فجر الاسلام وانتصار سادس من اكتوبر نعم هناك الحقيقة شهر رمضان هو شهر بركة هناك معركة بدر التي خاضها المسلمون في مكان يسمى بدر على بعد معين كيلو مترات يعني يمكن سبعين كيلو أو ستين كيلو من المدينة المنورة خاضها المسلمون بقوة لا تكافئ من حيث العدد ولا من حيث العتاد لا تكافئ قوة المشركين الذين اتوا من مكة المكرمة تقريبا موازين القوة ما كانتش متناسبة ما كانتش متناسبة لم تكن متناسبة لان فيه تقريبا تلت يعني فيه تلتمية واربعتاشر زايد يعني الفرساء الحصان اللي كانت موجودة عن خيل اللي موجود كانت قليلة ايضا بالمقارنة بما عليه المشركون الذين اتوا من وكة ومع ذلك بهذا الايمان وبالمدد الالهي الذي امد ايضا المصريين والذين حربوا في عاشر من رمضان امدهم بمدن من عنده ولذلك صلقت عندما قلت ما ان الله ان قول الجندي الله اكبر زلزلت بالفعل بتحدث نوع من الرعب في قلوب الاعداء المكان في ذلك الوقت لان كل الغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمحور حول المكان الذي كان يعيش فيه بل من بعضها كغزوة الخندق مثلا لم يكن رسول الله قد خرج حتى من المدينة وانما اتاه المشركون الى المدينة نفسها ودافع رسول الله صلى الله وسلم والمسلمون معه بهذه الفكرة التي ابتكرها وقال بها سيدنا سلمان الفارسي بان يحفر حول المدينة يعني خندق معين حيث لا يستطيع طبعا بالقوة التي كانت الازاك لا تستطيع ان تخترق هذا المكان نعم لا تستطيع بمعنى اخر بانه انه طالما ان الانسان بزل الجهد الذي عنده وبالاسباب المتاحة فان الله سبحانه وتعالى يحقق له المراد باذنه سبحانه وتعالى وتوفيقه ولذلك نحن لا الموازين القوة ليست في حسبان قضية الحروب بقدر ما هي عزيمة وايمان وصدق وتخطط سديد بقدر الامكان واخذ بكل الاسباب المتاحة بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يوفق ويعين ويلقي الرعب في قلوب الاخرين ويحقق النصر لمن يعني يعني اقلاز به ولمن يلتج اليه في هذه ذكرى العطر ذكرى العشر من رمضان البعض من المرجفين في المدينة او البعض الكائدين او الحاسدين او الغيرين او المدفوعين دائما يشكك في النصر بل يشكك في الجند المصري بل يشكك في خير اجناد الارض وحديث خير اجناد الارض هذا التشكك لا محل له مش بالعاطفة كمان ده بالعاطفة اولا لاننا نحن كمصريين لا نقبل ابدا بعاطفتنا لا نقبل ان يقال بان هذا ليس نصر ولا نقبل ان يقال ادنى شيء في الجند المصري بالعاطفة هكذا لكن اذا جئنا للمعايير العلمية ايضا هذا التشكك لا محل له من الناحية العلمية من الناحية العلمية بالفعل وفق شهادة المدارس العسكرية والمعاهد العسكرية ومراكز الأبحاث هذا نصر حقيقي وهذا في الحقيقة يعني مصر خضته وبرعت فيه وأبدعت فيه بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولذلك نحن نقول دائما بأن الأسباب وإن كنا بذلناها لكن الأسباب لا تعمل وحدها وإنما تعمل بإرادة الله سبحانه وتوفيقه وبتأثيره هو نحن ليس لنا من الأمر شيء كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله الكريم ليس لك من الأمر شيء وإنما الأمر كله لله فإذا ليس لك من الأمر شيء فكذلك نحن ليس لنا من الأمر شيء وإنما نحن دورنا أن نقول كما قال القرآن الكريم فأتبع سببا حتى إذا بلغ مشرق الشمس وجدها عن ذي القرنين فلابد من الأخذ بالأسباب نحن نتبع أمر القرآن الكريم عندما قال الله سبحانه وتعالى لأم سيدنا عيسى سيدة مريم عليه السلام قال لها وهزي إليك بجزع النخلة مع أن مقوماتها ومع أنها في موضع تحسد عليه ضعف شديد ولا يمكن أن تأخذ بفعلها هذا أن تؤتي بنتيجة وحتى لو كانت اسمح لنا وكانت في صحتها هل يمكن لإنسان أن يهز النخلة أن تساقط عليه رتبا ومجرد هذا البسيط هذا الذي لا يقوى عليه الإنسان في أن يحرك شيئا حتى نحن نحن نخلة فهذه النتيجة من الله سبحانه وتعالى أو تأثير الفعل أو السبب في إحداث النتيجة ليس بيد الإنسان أبدا إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك نحن في في انتصارنا صحيح أننا بذلنا الأسباب جميعا وأوجدنا كل ما في وسعنا من تخطيط وتنفيذ وغير ذلك ومعدات وعبور إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق هو الذي قضى بهذا النصر للأمة المصرية وللأمة العربية ثم إن الجند المصري لماذا تشكك فيه وهو من خير أجناد الأرض بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد قلنا سابقا ومرارا وتكرارا بأن الحليس السابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض فقال سيدنا أبو بكر ولما يا رسول الله قال لأنهم وأهليهم وأزواجهم في رباطن إلى يوم القيامة فهذه شهادة ليست للجند فقط بل للجندي وأهل الجندي وزوج الجندي وأبناء الجندي ووطن الجندي نعم هذه شهادة كبيرة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينكرها فإنه هو جاحد لفضل هذا الجيش على هذا البلد بلو على الأمة العربية سمعت الشيخ حبيب الجفري يقول أن الجند الغربي الواردة في الحديث المقصود بها مصر أيوة المقصود بها مصر فلعم هذا حديث أيضا وصحيح أن هذا لا ينكره أحد والذي قصى له رسول الله بالجند الغربي هو الجندي الذي هو في مصر لأن مصر كانت تسمى أرض القراط كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستدخلنا أرضا تسمى أرض القراط وهكذا في الرواية لكن على كل حال لنحن لا نستطيع أن ننكر هذا الفضل بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشهادة الواقع أيضا فالجند المصري جند زى بسادة زى تصميم زى عزم وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون على قدر المسؤولية وأينما وضع نراه صابرا ومتحملا وحبب إليه مشهادة وحبب إليه مشهادة ونحن من قريب جدا يمكن حضرنا مع سادة الرئيس يوم الشهيد يوم الشهيد وقبله بيوم كان ندوة تسقيفية في القوات المسلحة نمازج يعني لو أنه الأباء والأمهات يستطيعون ويودون أن يقدموا أن يقدموا مع أن الواحد منهم فيه اثنين شهداء وفيه ثلاثة شهداء ومع ذلك يقول لك لو ربنا كان رزينا أولادنا قدمتها للشهادة مرة ثانية وسالسة ورابعة لأننا نعلم في الحقيقة قيمة الشهادة عند الله سبحانه وتعالى ونعلم قيمة الشهيد ونعلم أنه في منزلة عالية مع النبيين والصدقين وحسن أولئك رفيقة نعلم بأنه يشفع في سبعين من أهله فهؤلاء الذين استشهلوا في اكتوبر أو الذين استشهلوا في حرب الإرهاب هؤلاء كلهم إنما هم من خيرة الشباب ومن خيرة أبنائنا والله سبحانه وتعالى يعوضنا عنهم بهذا الأمل الذي نعيش عليه في أنهم أولا نالوا الرتبة العليا عند الله سبحانه وتعالى فهم في جنات النعيم ثم إنهم أيضا وأن كنا نحن زعلنين كأهالي لكن في الحقيقة أنا يوم أن يشفع لي ولدي ويأخذ بيدي إلى الجنة هكذا لأنه شهيد ويشفع في سبعين من أهله هذا كرم كبير جدا يعني نحن نفرح ولذلك لو كشفت الحجب بيننا وبين رتبة الشهيد وكان الشهيد ابني ولا أخي ولا وكشفت الحجب بيننا وبينه هكذا ورأينا مكانته لا نحن نفرح بدلا من أن نحزن لمصير هذا الإنسان الشهيد ومنزلته عند الله منزلة عظيمة نعم والشهداء الأبرار في حرب العاشر بالرمضان أعتقدهم نالوا هذه المنزلة نعم وهم كانوا من أماكن متفرقة من مصر يعني يمكن ما فيش قرية من القرى إلا وتجد أن فيها الشهيد فلان في هذا الحرب في حرب الثلاثة وسبعين لو في المدن في نصف تسكارية في نصف تسكارية وفي الأسماء آآآآ لكن بتجد بالفعل يعني أنا عصرت الحقيقة يعني في أيام تلاتة وسبعين في العاشر من رمضان سنة تلاتة وتسعين اللي نحن عندنا من بلدنا أيضا شهيد يعني في في حرب تلاتة وسبعين حرب العاشر من رمضان عصرت هزي هزي الجو الذي كان يعني عندما بلغنا بوفاة الشهيد علي يعني يعني كانت هناك حالة في القرية حالة فيها العزة والفخر في أن بلدنا قدمت شهيدا في هذه الحرب فمع حزن الأهل وحزن البعض لكن أيضا هذه طبيعة رشارية مولانا أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة على هذا النصر العظيم نصر أكتوبر العاشر من رمضان نقرق فصل قصير ونعود لاحتفالنا دايما بالأعيات أعلم بكم من جديد مع مولانا دكتور شو أعلام وعندي موضوع مهم جدا الأعياد في الإسلام الأعياد في الإسلام طبعا عيد الكبير والعيد الصغير البعض ينطلق من هذه القاعدة لكراهية بقية الأعياد التي قد تكون مناسبات زي عيد البلاد أو تكون مناسبات زي عيد الأم أو تكون مناسبة زي عيد شم النسيم زي عيد الميلاد كل هذه المناسبات وكأن الأعياد وقفت عن هل تقصر الأعياد؟ وبطبع حالهم يعني يقولون بإني سنحس في تضييق شو وأنه وتعالى جعل لنا يعني عيدين الأطحى والفطر وعيد الأطحى جميل فلنزيد على ما كان عليه رسول الله عليه أفضل الله عليه وسلم وهم يعني كانهم يركنون يعني إلى أن ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نفعلهم نحن بل مش لا ينبغي يحرم علينا أن نفعله بلغ التحريم وصلت الدرجة إلى أنهم أوصلوها إلى درجة البدعة الحرام وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثبت في الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إياكم محدثات الأمور يعني لا ينبغي أن يقرأ هذا الحديث الشريف بعيدا عن الحديث الآخر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فالشق الثاني من هذا الحديث ومن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة هذا هو الذي يمكن أن ينطبق على البدعة الحرام ونحطط منه أما الشق الأول فهو من محدثات الأمور أيضا من سنة حسنة ومن سن سنة حسنة لأن السن هنا بمعنى وضع بمعنى الاتيام بطريقة لم تكن موجودة قبل كمثل سن القوانين مزبوط لم يكن تكن موجودة يعني شيء لم يكن موجودا سما أتيت به أنشأته أنشأته أنا فإذن الذي أنشأ هذا الأمر هل هو أحدث شيئا أحدث لكن رسول الله يحذرنا ويقول إياكم أحدثات الأمور لكنه هنا يحبب إلينا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إذن أمام هذا الفهم نحتاج إلى أن نربط بين الحديثين أن نقرأ الحديثين في خراءة متكاملة فنقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد من البدعة الحرام أي البدعة الضلالة التي جاءت في الحديث إياكم محدثات الأمور أي محدثات الأمور التي تأتي على الشريعة بالبطلان إياكم محدثات الأمور التي هذه الأمور يعني تأتي على الأحكام الشرعية وتنقض الأحكام الشرعية لكن أن تكون المحدث من الأمور يماثل السنة الحسنة المحدث من الأمور لا يأتي على الشريعة بالبطلان ولا يأتي على الأحكام بالنقض ولا يخالف مبدأ من مالي الشريعة فهو إذن داخل في نائرة الشريعة هو في عموم الشريعة عندما يعني نفرح بمناسبة من المناسبات هل هذا يتعرض مع الشريعة في شيء؟ عندما نخصص يوم من الأيام لنحتفل به في مناسبة وطنية أو مناسبة قومية أو أي مناسبة من المناسبات مناسبة مولد أو ميلاد ابني مثلا أو مناسبة مصرية مثلا أو مناسبة مصرية كشم النسيمة ماذا سيتعرض مع الشريعة؟ لا يتعرض فقط إلا في ظن هؤلاء أن رسول الله لم يفعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم تركه للأشياء ليس دليلا على التحريم إلا إذا وجدنا دليلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا وجدنا نهيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الترك يعني تركه ونهى عنه لما يتركه رسول الله وإنها نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن يترك ولا يصدر عنه صلى الله عليه وسلم ما يفيد المنع ولا ما يفيد التحريم ولا ما يفيد النهي في هذه الحالة نحن في ساعة نحن في براح لنا أن نحدث بعد سيدنا رسول الله من الأمور الحسنة من الأمور التي لا تأتي على الشريعة بالفضل ما الذي يدرون من عيد الأم ما الذي يدرون من عيد الأب هذا كله يتفق مع تكريم الأم ومع تكريم الأب إلا أصلا القرآن يحض تماما فإذا هذا الأمر المحدث الذي لم يكن على عهد سابق هذا نقيسه على موازن الشريعة عليه أفضل السلام ألم يحتفل بعيد ميلاده نعم احتفل صلى الله عليه وسلم بعيد ميلاده وقال صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم نولدت فيه عندما كان صور اثنين فسئل عن صيامه في هذا اليوم قال ذاك يوم نولدت فيه يعني أنا أقدم لرب عز وجل الشكر وأقدم لرب عز وجل نوعا من العبادة لشكره على أنه أنقذ البشرية في هذا اليوم في يوم ميلادي هذا يوم يستحق أن نشكر وأن نشكر وأن نشكر ولذلك يوم أن أوجدني ربي سبحانه وتعالى من العدم إلى هذه الحياة وأخذ بيدي وبعث فيه رسول صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الرسول بكذا وأنا استبعت هذا الرسول فأنا إنسان صالح أنا أشكر ربي على هذه النعم الكثيرة الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدان الله فإذا نحن عندما نأتي إلى أمر محدث كهذا الأمر يعني نحتفل والعشر من رمضان نحتفل والسلس من أكتوبر نقيسه على موازين الشريعة هل فيه ما يبطل الشريعة هل فيه ما يؤدي إلى نقض حكم من الأحكام لا هو يستني ويقول لي لكن رسول الله يقول كل بدعة ضلالة فالكل يعني مستغرقة يقال له أهو لم يفهم لغة العرب أن كل عام خصص أن حتى هذه لفظة كل ألف فيها العلامة الكبير تقييد دين السبكي في كتاب هو صغير صحيح لكنه مفيد جدا قال كل وما عليه تدل يعني وأورد من الاستثناءات الواردة أو التخصيص لهذا العموم في كل أورد الكثير والكثير والكثير من الأمور التي خرجت عن كل هذه في كثير من الأحكام الشرعية فأنتم ينبغي عليكم أن تفقهوا أولا هذا العلم الشريف علم أصول الفقه وعلم الفقه وأن تنظروا إلى ما قرره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركه لنا من مساحة كبيرة نتحرك من خلالها في أرض الواقع اليسر عنوان فضيلة الدكتور شوئي علام وفتي الجمهورية بشكرك شكرا جزيلا وأترككم في رعاة الله وأمنه ورمضان كريم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر